اهلا بحضراتكم مرة تانية خطف مؤمن زكريا نجم الاهلي السابق الأنذار خلال الساعات الماضية بعدما نشر اللاعب صورة له بأحد المستشفيات الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات وقلق الملايين من الجماهير المصرية حول نجم الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق الذي يعاني من مرض نادر أبعده عن قرات القدم خلوني أقول لحضراتكم وأحكي لكم اللي حصل سريعا الحقيقة أنه المصدر قال أن مؤمن زكريا شعر بدوخة واختل توازنه ظهر الاثنين خلال وجوده في منزله وتم نقله إلى مستشفى قريبة من منزله في مصر الجديدة أوضح كمان المصدر أن الأطباء قاموا بتعليق محليل لمؤمن زكريا وأنه أجرى أشع على المخ بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله كمان قال المصدر أن حالة مؤمن زكريا مطمئنة الحمد لله وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة أوضح أيضا أن مؤمن زكريا قد تقيق قبل الذهاب للمستشفى ولكن الأمور استقرت حاليا وشدد على أن نجم الأهلي بيتفاعل مع زوجته التي تتواجد برفقته في المستشفى حاليا يعني ممكن تكون الأخبار دي بنسبة كبيرة نقدر نقول أنها مطمئنة لكنه بيعاني من مرض نادر هو ده اللي أبعده عن كرة القدم خلال الفترة الماضية وبيتلقى العلاج للتعافي من هذا المرض الحقيقة أنه يعني بتعد ملمسة العشب الأخضر وارتداء فنلة الأهلي من جديد هي الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا في الوقت الفحيلي بعد يعني دوامة الأزمات الصحية التي دهمت اللاعب خلال الفترة الأخيرة وانضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بندي الأهلي عام 2004 واستمر فيه خمس سنوات ولم يتم تصعيده للفريق الأول في بداية ولاية حسام البدري الأولى 2009-2010 فانضم لصفوف الإنتاج الحربي تحت قيادة طرق يحية لمدة عام ونصف العام شارك خلالها في 36 مباراة وسجل أربع أهداف كما شارك أيضا فيه خمس مباراة في كأس مصر ولم يسجل أهداف أيضا انتقل للمصري البورتعيدي يناير 2011 واستمر حتى حادث بورتعيد أو أحداث بورتعيد الشهيرة ولعب خلالها 22 مباراة سجل هدفين في تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل وانضم أيضا لصفوف أنبي في موسم 2012-2013 واشترك معه في 23 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف انتقل أيضا على سبيل الإعارة لنادي الزمالك سنة 2013 واستمر عام ونصف ارتدى خلالها فانيلة الزمالك رقم 57 وأيضا 57 مباراة سجل خلالها 12 هدف بوقع 9 أهداف في الدوري خلال 38 مباراة وثلاثة أهداف قرية في 11 مباراة كما لعب أيضا 8 مباراة في كأس مصر حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاث بطولات منها بطولتان لكأس مصر وبطولة الدوري الحقيقة أنه مؤمن زكريا واحد من يعني أذكى لعبي الكرة المصرية قادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين والتسجيل بالقدمين وبالرأس بالإضافة أيضا بيكون واحد من أبرز اللاعبين التكتيكيين في مصر على مدار المواسم الأخيرة تميز أيضا مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هداف لفريق الأهلي في موسم 2015-2016 ورد على الكثير من المشاككين في قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر في شتاء 2015 أيضا مؤمن زكريا يعد واحدا من نجوم اللعبة في مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلي والزمالك والجدير بالذكر أيضا أن صفقة انتقاله لقلعة التتش أثارت ضجة كبيرة جدا بالوسط الكراوي أيضا لعب مؤمن زكريا المرد الأحمر 150 مباراة سجل 42 هدف وشارك فيه 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل أيضا 30 هدف والحقيقة هو كمان خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف بينما لعب ثلاثة مباراة بسوبر المصري وسجل هدفا وحيدا وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف يعني خلوني أقول لحضراتكم مرة تانية ما حدث خلال الساعات الماضية بعد نشر اللاعب صورة له بأحد المستشفات الحقيقة الأمر ده أثار حالة كبيرة من التساؤلات وقلق الملايين من الجماهير المصرية حول حالته حالة طبعا بتأكيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق اللي كان بيعاني من مرض نادر هو ده السبب الرئيسي اللي أبعده عن كرة القدم يعني عايزة أحكي لحضراتكم اللي حصل في لمحة سريعة الحقيقة أن المصدر قال أن مؤمن زكريا شعر بدوخة واختل توازنه زهر الأثنين خلال تواجده في منزله تم نقله إلى مستشفى كانت قريبة من منزله في مصر الجديدة وكمان المصدر أوضح أن الأطباء قاموا بتعليق محليل لمؤمن زكريا وأنه أجرى إشاء على المخ بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله وكمان المصدر قال أن حالة مؤمن زكريا مطمئنة وأنه هيغادر المفتشفى خلال الساعات القليلة المقبلة أوضح كمان المصدر أن مؤمن زكريا كانت تقيق قبل الذهاب للمستشفى ولكن الأمور استقرت حاليا وشدد على أن نجم الأهلي بيتفاعل مع زوجته في المستشفى اللي بتتواجد معاه برفقته حاليا في المستشفى ويمكن دي يكون أخبار مطمئنة لكنه الحقيقة بيعاني من مرض نادر هذا المرض أبعده مثلما ذكرنا من قبل عن ممارسة كرة القدم خلال الفترة الماضية وهو حاليا بيتلقى العلاج للتعافي من هذا المرض يمكن لو هنسأله عن الأمنية الأقرب لقلبه حاليا فهي هتعد ملمسة العشب الأخضر وأيضا ارتداء فنلة النيدي الأهلي من جديد هي الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا بعد دوامة الأزمات الصحية التي دهمت اللاعب خلال الفترة الأخيرة إحنا بالتأكيد سنتابع مع حضراتكم تطورات حالة اللاعب مؤمن زكريا الصحية على مدار الساعة دي كانت ما حدث له خلال الساعات الماضية وأيضا لمحة سريع عن تاريخه الكروي بالتأكيد بنتمنى له الشفاء العاجل ربنا يطمن كل جمهوره عليه وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم كل التطورات المتعلقة بحالته الصحية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا للمصيب المطابعة وانتظرونا في تخصيات ومطابعة إخبارية جديدة على مدار الساعة شكرا جزيلا للمصيب المتعلقة بشكلتك